لكل الناس اللي بيحبوا يزيدوا كثافة قطول الرموش عندهم في هالأطرة اللي هي اسمها لوميغان طبعا في كذا اطرة تعتمد على زيادة التروية الدموية في جزر الشعرة وبتغير من مراحل تطور نمو الشعرة هايدي لوميغان في تركيبة قريبة الى اسمها بيمعتس رح احكي بتحالكم فيديو عنهم اخر شي منقول ومنشرح كيف طريقة استخدامها عادة خلال فترة ملحوظة مع المواظبة عليها رح تشوفوا تغيير بكثافة الرموش طول الرموش وعددهم هذه اللي هي الكثافة اذا الاعتماد ها هو على شغلتين زيادة التروية الدموية بجزر الشعرة وتطوير مراحل نمو الشعرة هادا هو الاساس من الاسئلة عن اطراض تطويل الرموش وفي عندي منها هون كذا انواع في عندي هون انا ترابتان في عندي انا لوميغان وفي اللي موجودة وراكم بالخلفية اسمها كير بروست هي بيمعتو بروست هي الكير بروست هي اطرى للتطويل وتكثيف الرموش يعني الطول بزيد وكثافة او سخانة الرمش طبعا من اشهر المنتجات لتكثيف حواجب الشعر الحواجب والرموش وقد تستخدم فيه دراسات لانه استخدامها في مجال الصلع الذكوري عند الرجال الصلع الاندروجيني بسبب هرمون تستسيرون طبعا فيه ممكن نستخدمها باعلمكم بالفيديو بعضه كيف واكن ممكن تستخدموا هذه الفرشاية وتتمرر على الرموش ممنوعة للحامل والمرضى ممنوعة لمن تعاني من حساسية او امراض في العين ممنوع ادخال القطرة داخل العين تستخدم مرة واحدة يوميا شو هي الاطرة هي اطرة طبية تقييمة عالي لانها تعمل على اطالة وكثافة الرموش بعد عدة اسابيع ما بتناسب الحاول والمرضى اذا كان عندك مشاكل صحية بالكبد الكلا او بالعين حساسية حك التهاب او مرض بالعين ممنوع استخدامها امتى بتبين النتيجة حسب كل حالي ولكن عادة فيه ناس بعد اسبوع فيه ناس بعد اسبوعين فيه ناس بعد ثلاثة وفيه تقريبا خلال شهر بتشوفوا من خلال شهر لستة اسابيع اربع لستة اسابيع هل يمكن استخدامها للحواجب ومنابط الشعر نعم نعم مسحة خفيفة على الحواجب يوميا هل تستخدم للرجال لانبات الشارب واللحية نعم تستخدم مسحة خفيفة القطرة الواحدة كم تكفي عادة القطرة الواحدة تكفي حسب استخدامك الى اذا فقط للرموش تكفي ثلاثة شهور يعني كورس واحد فيه ثلاثة ميلي تقريبا بدنا نحط نقطة منها بالغطة ونحطن على رموش كم مرة بتستخدم مرة واحدة باليوم يفضل قبل النوم الاستخدام رح لكم عليه اشرح لكم عنه مسحة على منبط الشعر كمية بسيطة على الفرشات تمسح الحواجب منبط الرموش العلوي فقط بقدر استخدمها على الرموش السفلية ممكن ولكن لا يفضل لانه قد تسبب استباغ فيه وهالات سودار تحت العين اذا خلص الكورس بترجع رموشك متل قبل عادة ما بترجع متل قبل ولكن يفضل صياني ومنتنانس لفترة يعني ممكن نستخدمها بعد فترة يوم اي يوم لا لفترة هيك بعدين بتصير مثلا مرتين بالاسبوع هاد كان عن قطرة كير بروست بماتو بروست شو هي انواع قطرات اطالة الرموش هلا الموجود عندي انا هون عندي اللاتيس اللي موجودة بالخلفية عندكم اسمها اللاتيس وفي عندي هون الترافاتان وعندي هون كمان الوميغان فيه انواع تاني كمان الكير بروست اللي قلت عنا اه معظم ان قلتنا الوميغان اللاتيس كير بروست رابتان معظم يستخدموا فيه علاج المياه الزرقاء الاسر الجانبي اللي بيكون تطوير الرموش اه المادة الاساسية هي اثر جانبي عم نقول اه تطوير الرموش المادة الاساسية هي بماتو بروست اه تستخدم لعلاج المي الزرقاء طبعا اه في اضرار لاستخدامن هادون لازم احكي عننن بالفيديو اه ولكن اه نفس مبدأ المينوكسيديل شو الاضرار اللي بتنتج نتيجة استخدام القطرة اللاتيس اول شي ممكن يصير انخفاض في ضغط العين هي بتعالج الزرق ارتفاع ضغط العين فممكن يصير نقص في خصوصا عندي الشخص المعند ومشكلة بهذا الموضوع مستخدمه بالنسبة لتطوير الرموش ممكن بيصير زيادة تصبق حدقة العين وهذا دائم وليس مؤقت ممكن يصير تصبق واسمرار حول العين بالاشفان هذا ممكن يقل مع الوقت ممكن يصير شعر غير مرغوب به حول العين على الجلد اللي بتسقط عليه مياه الاطرة مباشرة لهيك لازم نكون حذرين اتهاب بالعين نفسه في حال وجود اتهاب سابق ممكن تزيدوا الاطرة ممكن يصير تورنم او وجود بقعة ونقاط تصبقية على الشبكية وهي حالة خطرة زيادة صبغة العدسات المركبة بالعين ممكن يصير ضرر على الحامل والجنين في حال تكراره من تلاتة وتلاتين الى سبعة وتسعين مرة من الاعراض الجانبية منشوف اطر التطويل ان الرموش لازم يستخدمها الشخص بحذر تحت اشراف طبيب لهيك بيطلبها او بيوصفها طبيب العينية ومش اي شخص تاني لانه هي عادة استطبابة في علاج الزرق هلأ بقول كيف بتشتغل قطرة تطويل الرموش سواء كانت لاتس اللي معنا او تربتان او بيماتو بروست كير بروست او لوميغان بالمجمل رح احكي ملاحظة بالنسبة للمينوكسوديل هو دواء كان يستخدم لارتفاع الضغط شافوا انه الناس اللي بيكونوا بالعناية المشددة لما بياخدوا هذا الدواء ما يصير معهم زيادة بالاشعار اوام تنبط الاشعار وخصوصا اذا كانوا عادة الاشخاص اللي بيكونوا بالعناية بيكونوا سمي اسمعان عندهم صلاع في مواصفات محددة فشافوا انه استخدم وقت المينوكسوديل لاطالة الشعار هون نفس الفكرة لتخفيض ضغط العين بهذه المادة اللي شافوا انه بزيد الدروية الدموية وبيغير من مراحل وتطور الشعرة في الشعرة الها تلات مراحل اناجين كاتاجين تيلوجين فبيصير فيها التطوير نحو زيادة طول الشعرة اه بالمقابل اه في ناس تسقط الاشعار معهم ولكن اه لازم يستخدموا كورس اللي قلتلكم عنه ما بتسقط مبقل بتسقط تماما وما بقل بتضل لازم تستخدم ممتنة الصيانة بعدها طبعا من الاسئلة هل تم التصريح من منظمة الغذاء والدواء بقطر التطوير الرموش صرح لنوع اللاتس على الرموش العلوية هذه هي اللاتس صرح على الرموش العلوية فقط هل معنى تصريح منظمة الغذاء والدواء الاف دي اي انه امان استخدامه المنظمة صرح الطبيا لطريقة الاستخدام المادة الفعالة والاثار الجانبية وتعتبر حماية للطبيب في حال قام بكتابة علاجه للمريض طبيب ليس مسؤول عن سوء الاستخدام او علاج الاعراض الجانبية هاد كان بالنسبة لا التطوير الرموش according to the products which are used for helping eyelashes to grow stronger to become longer the only one which is FDA approved is lattice this one there are another products like Lomigan and like Travatan and their Scareprost Pematoprost but they are not FDA approved the only one approved is latest is the first FDA approved treatment to help eyelashes grow longer fuller and darker this miracle product was created by Allergan in 2001 when they noticed that one of their medicated eye drops was also making patients eyelashes grow this led them to developing Lattice a product specifically for growing eyelashes كيف رح نستخدم القطرة لتطوير الرموش رح نحط نقطة هون منا نقطة مو أكتر رح نستخدم هذه الفرشات رح نغمض عيوننا مظبوط ورح تتمرر فقط على الرموش العلوية ولازم تحافظ على الاغماض لمدة تقريبا 15 الى 20 ثانية اغماض قوي مشان ما تنتخل لجوبة اوكي عادوا معي اوكي عادة تمرر فقط على الرموش العلوية وبنتقل هي التأثير بنتقل لرموش السفلية لا يفضل فقط انه يفضل فقط الرموش العلوية لا يفضل على الرموش السفلية موسيقى موسيقى